اشتركوا في القناة 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 الفلاحة في سلم اهتمامات الشباب نلقاوها في مني اوباد وليشيل الشباب بصفة عامة ما هوش متوجه في مني للعمل الفلاحي وهذا ما يخلي في مني معانتها الفلاحة مش شمال للجنوب يشكيوا في مني من عامل اساسي اللي هو المونكي يعني النقص في اليد العاملة بصفة عامة يعني وقت لما نصابه يعني الفلاح يلقى مشكلة كبيرة في جمع الصابة انتهاءه هذا بشنا نرشع فيه اكثر تفاصيل بعد معك سيسي علينا ممكن نضيف حاجة صغيرة معاكم زيدة فما من اهم الحاجات هي تعامل الدولة مع المجال والقطاع هذا اللي حسب حتى الارقام انه من اقل القطاعات اللي تاخذ في دعم ولا عنده اهتمام كبير من الدولة مع انه هذا قطاع حيوي للبلاد قطاع يساهم في الاقتصاد بصفة كبيرة اليوم ما خاطر نحكي وخاصة على سيادة وطنية نحكي على امن غذائي امن التوينسا انه في انهم يعني اكتفائهم الذاتي من الحبوب وغيره سمحني عدل شفنا اهمية الحاجة هذي واهمية الفلاحة في الحرب بين روسيا واوكرانيا كي التوى معا شعنا قامها احنا نحكي يعني العبيد والبلدين اللي محترمة نفسها كيفاش تعمل توى في دي استراتيجي ودي فيزيون كيفاش انها يلزمها تحق الاكتفاء الذاتي من الاراضي متاعها ونديف ممكن حاجة عليك اليوم حد شيء ما هو مضبوط اليوم اهنا شفنا في عام ملكوفيد للحرب بين روسيا واوكرانيا يعني مهم انه ديما البلدين تخمم في اكتفائها الذاتي سواء الاكتفاء الذاتي من الحبوب المائية في كل شيء انه ديما يلزم نقرأ ونقرأ وحسبنا وتكون عنا دي استراتيجي احلي متابيك معاك نمشيو للأكتواليتي لك دورا في الأكتواليتي لحقيقة الموضوع هذا ما حبيتش نعود نشبد عليه وتمانيت معاكش نسمعو بيش في جملة سوختولي هو كان موضوع حلقتنا المرة اللي فاتت اما رانا نهار السبت والأحد والاثنين اللي فاتوا شفنا مجموعة من الحرائق اندلعت لكلهم بخيس كفرد وقت في ولايات متعدة كيف بيجة جندوبة كيف سليانة زغوين حتى في الجنوب التونسي في توزر وان شاء الله ما تكونش لحكاية تصفي التحسابات كيف ما سمعنا وهذا نديق من هوني من استوديو الى جميع السلطات المختصة باش ينورونا ويقولونا شنو السبب الحقيقي وراء هذه الكويرس ويتحاسب اي طرف كنو راها مالقغي اللي القوانين وخاصة مجالة الغابات مزلت متأخرة برشا ومصارش والعقوبات الى حد الان راه عقوبات رمزية مالقغي اللي نعرفو اللي الخسائر الإيكولوجية لا تقدر بثمن الاخبار الثاني جينا من ولاية تونس مش من ولاية يعني الولاية من ولاية يعني الولي والفازيت هذوك حيث تماناشر منشور على الصفحة الرسمية انفت كنو هما جوس وإلا بلا صح هو منشور واحد أما بعدي كسرت موديفكاشون حاول جلسة عمل انعقدت لـ 21 جوية 2022 بحضور سيد الولي الكتب العام للولاية شيخة بلدية تونس رؤساء وممثلي بلدية أخرى ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وين تناولوا موضوع الكلاب السائبة وشنو السبل التصدي لهذه الظاهرة المنشور الأول يضم مجموعة من القرارات كيف دعم وإحداث ملاجئ للكلاب للبغلاكستخاسون والتلقيح ضد الكلب لغاش هذي حاجة معقولة أما القرار الثاني أنا واحدة من الناس نعتبره عار ويحشم كان مزلنا في 2022 مزلنا نسمعه وناخذ قرارات كيف هي في تونس وهو تنظيم حملات قنص للكلاب السائبة وشفنا بعد بعد ما المجتمع المدني تحرك ومجموعة من الأطباء الباياترة ومواطنين عاديين أما يتبنوا القضايا هذية تحركوا ورفضوا القرار هذا الولاية راجعت وفسخت الفقرة المتعلقة بالقنص إن شاء الله تكون بالحق يعني تفسخت مش كان من الفيسبوك بركة ومن الصفحة الرسمية تفسخت من مخاخهم على خاطر القنص وعمر وما كان الحل ونحب يعني يعني نختنم الفرصة ونحكي اللي فما رهوا جمعيات وفما دي سنتر دو كاستخاسيون رهم تابعين البلدية يقوموا بمثل هذه الحمالات مثل مثلا في أرينا وصلوا لليوم إلى ستة مئة وتسعة الشيان قاموا بالكاستخاسيون والفاكسيناتون كنتخل الغاش في المرسى اليوم وصلوا للمئة الكلب في تونس وفي سليمان وإن شاء الله يعني لسنتر هذو ما يتعامموا ويكونوا في الولاية الكل وهما رهم قاعدين يخدموا بالحق يعادل بداي موين يصير صغار أما لغزولتها رهم إفكاس أعلى ممكن هذا أن نديق زادة لتوينسة اللي دي ما متقلقة ممكن من الكليب السائبة لكن زادة نديق هذة لتوينسة أن تساهم لجمعيات هذو ما إنهم إذا من شيرة أنت مقلقينك الكليب أما ساهم لجمعيات هذو ما اللي قادة تحاول تلقى الحلول الكليب خاطر أنا بالنسبة ليا نعتبر أنه القتل ما هو ش حل ما هو ش حل أنك تقتل تقتل الكليب في الشارع دونك فما حلول هو مشكل مش أنك تقتل الكليب أنك تربي أنت الأجيال متاعك على فقافة العنف والدم أكيد أنا قادش من المرة نكون في الدار تسمع كين في الليل حس الكرتوش وتعاديلي لكنه على صوت صوت كلب يتواجع فما زادة جمعية عندهم عندهم عن غفوش في سيدي ثيبت اللي تعرف فيه اليوم تقريب 300 كلب ومئتين قطوسة وفي النفس الوقت يعانيوا من بارش مشكل في النصمان معناه عندك فتغنير مش خالص عندك نحكيو على فما معناه مشكل يواجهوا في مشكل مالي كبيرة دونك هذي فرصة عائلة أنهم يحبون أن يدفعوا حلول للكليب هذا، فيما تجد جمعيين تجد الحلول وهو الغند. فالتاقر هذا المنظمي أنه يستعمل في مجراسة يسر عجبني وهو يتدفعون أن يكون يعيشون الخاص بهواء و يتمكنون يدفعون في التواتي لكيفية الإدتفاجات الهجينية التي تم دفعه. توصلنا على الآن، ويأتداء غافظة. فأنت يتبع في خلال الأرض. يعني فما عائلات تبنى في الكلب هذو من الكلب العربي اللي احنا نقول عليهم وهما يقدونهم أوراقهم ويصفرهم للعائلاتهم زي دا ممكن التوينسة اللي بيه تحب تمشي تشري كلب دغاس عند الكلب عربي بليش ويسون سوبر جنتي ويسر كلب محبي جدا للإنسان يعني ملخين جوهم بي اي ومحبي للإنسان برشا دونك تنجم تربي كلب عربي خير من برجي ورهاسكي نكاملوا في الاجتواليتي فما مصابقة لانسيت اسمها مشروعك نجم يعني تبدأ تقايد فيها أبختيغ من نهارة لفا 26 جولي 2022 ويني نجم شارك فيها أي مواطن يتراوح عمره مبينات في 18 و45 عام وعنده شهيدة عليا كسوسوات تعليم عالي وإلا تكوين مهني وعنده فكرة لمشروع تتوفر فيه شروط معينة وأهم شرط هو المحافظة على البيئة وغيرها والمسابقة هذه هي نتيجة اتفاقية شراكة بين 10 وزارات في تونس كيف وزارة التشغيل للبيئة الصناعة الأسرة والمرأة الفلاحة أملك الدولة الرياضة والشباب التكنولوجيا السياحة والمالية مع الاشتراك مع سفرد ألمانيا والوكالة الألمانية وين باش يختاروا 48 مشروع زوز مشاريع على كل ولاية في إتار تحذير برنامج عمل الحكومة يرتكز على تحديد رؤية لسنة 2035 وينيركزوا بالأساس على الإيكونومي السيركولار الإيكونومي ذارغ الإيكونومي بلو وتحقيق أهدف التنوية المستديمة لزود يدي مع المحافظة على البيئة والطبيعة وخاصة التوزيع العادل لثروات الطبيعية بين الجهات بما أنه احنا اليوم نحكيه فلاحة ونحكيه على القطاع الفلاحي لكنا نعرفه الي تونس عند هدي كولتور ستراتيجيك أقدش عنا من كولتور ستراتيجيك احنا في تونس الرقم أربع صحيح هما أربع زراعة الحبوب زيتي زيتي وين عمسنا يشهد ارتفاع في محصول الحبوب والحبوب اللي هنا نحكي ان جنرال القمح الصلب القمح اللين اللي هو الفارينة لغج الشعير واتختيكال بيف منتاج فصل أربعة مليون تكنتو بغابور 6.4 مليون تكنتو لسنة 2021 وين الشمال الغربي كيف العادة سيهم بالبار الكبيرة 59 بالمية من انتاج المحصول وقعد زينا رانا نقدم بشوية بشوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مالغري اللي مزانا رانا بعاد برشة على خطر لبزوهم تيانا رهم يوصلوا الاثنين وثلاثين مليون تكنتو في العام 250 ميدالية وحتى لنا المركز الثامن في عدد الميداليات ونحب نزيد لهنا نحكي على حاجة يسر مزينا وانفورماسيون تشرفنا برشة اللي هو حسب المعهد العالي للزيتون توجد في تونس اكبر شجرة الزيتون عمرها اكثر من 2500 عام في درعالوش من ولاية نيبل وهذا يوحدها تنتج 140 كيلو زيتون بمعدل 9 اترات من زيت الزيتون وهذا ما يأكد اللي هذا المجال راهو قديم برشة في بلادنا ويلزمنا نحافظه عليه وبيشطط طرقه واضح لكن في نفس الوقت الزيت غالي للتونس للأسف نشكرك على الاكتواليتي احنا مكال عدد دورة في الاكتواليتي نمشي وتويك للشيفر دو جوغ اللي هو كي قلكم 13 اشني يجي لبيلكم احلام اشراق محمد زيداء 13 13 13 لحقيقة معدي حتى فكرة اشراق زيداء اخطأم احكيت عليها لانفرماسيون قبلة شوي محمد حسبرايك 13 شناجم يكون عالقها بالمجال الفلاحي والزراعة المجال هيدا المهم اللي احنا حكينا عليه دجا 13 نوعة تا غريل قادي نجي من البرا لا احنا 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 خاصة احنا 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 باش نبدأ من اين تأكل الكتف احنا والنشاط النشاط احنا والنشاط احنا 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 هالخصوصيا احنا احنا يعني في العالم اجمع والعملية الرايفة من معناتها هي احنا كيف ننصورها هكا من هي احنا احنا هكا معناتها الطبق الترمل اللي احنا نزرع فيها هي تخدم دوريا الدور انها تربي النبات وفي نفس الوقت هي مخزون يعني خزان ماء لمطار والدور المد والجزر هو انه المد يقوم معناتها بقوة الضغط على المنصوب الماء المخزون في معناتها طبقة الرملية هذيك وبين قوسين في معناتها المد معناتها كبيرة برشة يمكن بين 20 و30 سنتيمتر هذا اقصى ما يمكن انه يرتفع المنصوب متى مال بحر والمال بحر بطبيعة الحال ما يمرش للطبقة الرملية هذه بصفة مباشرة لانه الطبقة الرملية عندها كوش مالقيتش العبارة معناتها طبقة من الرمل المتحجر معناتها هي طبقة صح يعني السمك سيكون يتراوح بين 3-4 سنتيمتر مالقيتش والطبقة هذه هي معناتها الفاصل ما بين الطبقة العليا اللي هي خازنة كمية المال بالمطار يعني للمال العذب والطبقة السفلة اللي هي لبرتسالين معناتها الجزء المالح وعبر أكل الطبقة السلبة في النهاية يكون مرور المال المالح معناتها اللي هو في الطبقة السفلة يكون مرور بطيء جدا يعني نقوله بلغتنا وحيدة وحيدة معناتها الماء يتعدى ويبقى المالح له دايما يطفو في الأعلى ويوصل في أقصى المد أنه يوصل للجذور العروق النبتة بصفة عامة وبالتالي النبتة في المنظومة هذه يعني تروى مرتين في 24 ساعة إذا كان يكون المنظومة ما فيهش خلل يعني ربما بعد نحدثكم على المشكل اللي توت عني منه وكان نعرف منك أكثر سعلي علش اختيار معناه التيب للنوع من الزراعة هذي اللي احنا كنا للزراعة الرملية علش اختيار هو متماشي مع المنطقة مع انه خاطر عنا لوتوت سالينيتي معناه درجة الملوحة أكثر في المنطقة ديك علش بالضبط اخترت تيب في الزراعة والله هو بالنسبة هي ضرورة وليست اختيار هتعون قولوا فبني شنية ضرورة هي فبني معناه المنطقة هذية بدأ الانشاء انتاح فبني معناه منذ الهجرة الاندلوسية يعني فالسيزيان فالديسات يام سيكل كيف جاءوا الاندلسيين لمنطقتنا فبني لسق البحر المسافة بين الجبل والبحر فبني حاجة قليلة برش الارهوما اش عملوا من اللول فبني معناه من اللول سامحوني في العبارة بالفرانسوية السيسون تا تا كي المنتاني معناه هما دهموا على الجبل فبني كسروه الان اميناجي ان تيراس عملوه فبني معناه تيراسات وهذا كستغلوه فبني معناه للزراعة ما نقوله في اللغة الفلاحية العود الرقيق يعني اساسا اللوز يعني اللوز كان يعني منتوج اساسي في الفلاحة معناه في البلاد عنا والكل مزروع في الاراضي الوعرة اللي هما حرواها احنا كله حرواها معناه هما كسروا لحجر رمتاج بل وعملوله اميناجمون وقدوه فبني معناه دومانير بش ينتج وكانت يعني البلاد تنتج يعني كميات من اللوز فبني معناه معتبر برش بالنسبة فبني معناه للمنطقة الرطبة هذية اللي هما انهم في الاول لاحظوا ان المنطقة هذية فيها معناه بقعها كياه جزيرات نجم ونقوله فبني معناه مرمل رمل هذية فبني بطبيعة الحال جايبته فبني للتيارات المائية متى البحر تكونت شنية دقة الملاحظة نتيحهم هذية اللي نحطها في الاعتبار انهم هالجزيرات اللي هي في وسط الماء المالح تطلع العشاب الطبيعية العشاب الطبيعية باش تعيش تعيش بالمالح فبني من هنا انطلقت الفكرة انه فبني معناتها الجزيرات هذي يكبروا لها المساحة وانطلقوا فبني في العمل وهذية الحاجة انا من كل واحنا اللي نحترمها في يوم انه الناس بذلوا مجهود جبار يعني كونوه بالقفة بالرمل فبني معنات يجلبوف فبني كل سوا من شط البحيرة ولا من شط البحر وعلاوها فبني الارض وكبرو لها المساحة وعطاوها وحماوها فبني معنا وسؤالي هنا انه الزراعة الرملية هذية النجم ونستعملها في معنا اي فليح اليوم ينجم زراعة الرملية نستعملها في مثلا في الشامل الغربي وإلى نجم نستعملها في زاغوين كنا فهموا منك اكثر اي فليح يستعملها ولا لازم فما يتوفر بالنسبة فبني معنا النوعية الفلاحة هذية هي للأسف تبقى خصوصية المكان هي الي تفرض فبني معنا الشي هدايا وغير المكان هدايا لن يكون صالحا معنا ممارسة للزراعات بالصفة فبني هذية ليش لأن فبني المكان هدا كما سبق وقلت هو منطقة رطبة وكيف نقول منطقة رطبة هي فيها مكونات فيها الماء فيها الجبل فيها المساحات المائية كل سواء معنا مياه مالحة العذبة يعني فيها الأرض وفيها الغابة وفيها نقول الحيوانات فبني معناتها اللي تعيش في المكان هذا ككل سواء معناتها حيوانات مائية أو برية هذية فبني معناتها المكونات الخصوصية محمد مثال منطقة رطبة اللي هي بين قوسين فبني معناتها على زاد المنطقة هذية فبني المدينة والمنطقة رطبة يعني تأخذيه لسرتيفيكاسيون هذية زادة فبني أبو خلاف سيبام هي رمسار فبني رمسار أي المتاع لزون إيميد هونية الخصوصية مثال المكان ما تلقاه في مكان آخر إذا كان يأخذوا مثلا فبني معناتها في الجنوب اللي هي منطقة رملية وفهم يعني أنا معناتها تقابلنا مع بعضنا في جروب وفهم معناتها ويحب ويخدموا عن منطقة الرطبة هذه يعني قال في الجنوب فبني معناتها ثم من المناطق اللي هي صحيح يعني فهم منطقة يعني أنقل وحنا أرض رملية وتحت منها تبقى صلبة فبني كما اللي عنا ولكن ما ينقصه هنا هو فبني معناتها الوجود فبني معناتها سبخة ودخول فبني مام البحر فبني معناتها الحي وكالعملية المد اللي هي فبني أنا شنقول فبني معناتها المال الملح اللي هو داير بالأرض هذه معناتها هو عبارة على ويعاء يعني حاضن يعني هو اللي يحصر المالح له وهو اللي يضغط عليها مرتين في الـ 24 ساعة باش المستوى ينتح يعني والنبتة يعني تروى هذي فبني معناتها النجم نقوله سامحوني في العبارة معناتها في الكنديسيون نورمال فبني أما السنين الإخرانية فبني هذه معناتها المنظومة اللي ما هيش فبني معناتها ما هيش قعدة تمشي فبني بطبيعتها ذي فبني معناتها الممر المائي اللي هو في الأصل كان بين البحيرة والسبخة تويك أولى فبني ما بين البحر والسبخة يعني يتسد دوريا مثال السناء معناتها تسد ثلاثة مرات اللي نسرحوه فبني وساكوت فبني والمنظومة فبني معناتها الـ IT بيرتوربي وهذا فبني ما اللي نتوج عليه فبني أنه المحصول السناء يعني تعب شوية ناخذو من عمناول وللسنوات اللي قبل توحنا يعني عنا سلاكتر يمني دوسويت اللي نشكيو من نقص الأمطار يعني يعني هي العام الرابع على التوالي من نقص من نقص الأمطار فبني زد على هذا احنا فبني معناتها عنا مشكل آخر فبني معناتها ارتفاع منصوب الماء فبني معناتها تنتلب حر في معناتها في شهر نوفمبر فبني يعني في شهر نوفمبر الماء المالح فبني غمر الأراضي يعني خاصة الأراضي نقول احنا المنخفضة شوية الأراضي اللي هي مستوها عالي شوية يعني خلف لها حكاية عشر سنتي ولا اللي هو على وجه وبالتالي المحصول مثال الخريف يعني كان يل تقضي عليه واذا نرجع في اكثر بعض معاك سعلي بش نفهم اكثر المشاكل اللي قاعدين يواجه فيها الفلاح التحديات وممكن شنية الحلول طبيعي كالعادة بش نمشي معا محمد في ايكو او الدورز وين بش حكي لنا على منطقة اليوم والديزاتيوتو كالعادة في علاقة بالطبيعة مسك 106.9 عسلم من السلكل اليوم شنهزكم المنطقة معروفة بالبحار متاحها وشنعرف لحاجة جديدة فيها هي اسمها غير الملح بش نقولكم رونج منا عملوين غندوني في جبل متاع السيدة للمكي نوصل البونتا و سيون غندوني هذي التقعد من ساعتين حتى الاربع سوية انتي والنيفو اللي تحب تمشي به سهلة تنجم في الغندوني هذي تعمل عمى في بحوراء في ديك خيك في يغش مزينين على الاخر وانتي مروح تنجم تتعدى بحض عمالي القارسي وتعمل الفطور الفطور هذي بدي بخودي دو تغواء العمالي القارسي عنده يعمل لك الميكلة الوكال ويحكي لك على ويحكي لك على هالثقافة متاع الجهة المزينة ياسر وراه الخضرة والبردوية اللي طيبوا بيهم الغادي فيهم انجو تخي سبيسيال على خطرهم جايين من ايكو سيستيم نظيف وجايين من ايكو سيستيم ناتيوغيل ودي بخودي يفتقوا بعالاخر دونك نستدعاكم بش كي تمشيوا الغر الملح تمشيوا السيدالي الماكي ولا تمشيوا الرفرف تتعدى وتعملوا فطور بحضة عام علي ويفسر لكم سختو على هالثقافة المزينة ويعرف لكم على المنطقة باللي برودي دروار ومتاحهم وبالثقافة هذي اللي يخدمون بها اللي هي سبيسيال ما موجودة كان في غر الملح فاما الكوفاتوراج فاما دي امبليكيش دي كوفاتوراج فاما ترانسبور ببليك نخلي عام علي يقول كيفش أسهل الموين مش نمشي والغر الملح بالنسبة فاما للوصول الغر الملح معناتها الانطلاق دايما يكون من محطة بيب سعدون من محطة شمال بيب سعدون ومن غديك فاما معناتها الامكانية معناتها ويردا ياسر يعني فما النقل العمومي فاما معناتها كسسوا على الحافلات يعني منتها رسجبل والغر ملح والوألف معناتها ليلواج الواجات يعني الرسجبل موجودين معناتها بكثافة وما يتعطل شلع بدون عام علي والأسو علي اللي تختار لكن في نفس الوقت خسارة أن المنطقة هذه غال الملح قاعدة توجه في ضغط كبير سوى خاصة أن البناء على الشتوط اللي ما نحكي وعليهم كل مناطق بش ما نسميوش قاعد كما نقول بالتونس يهري في المنطقة في الإيكو سيستيم في البيئة وهذا شيء مؤسف يعني حتى أنك حتى تحب تخدم لكن نحاول في نفس الوقت نحاوض على المنطقة هذه ونحاوض على البيئة اللي اليوم نشوفه غال الملح من 2014 2013 لليوم تقريبا عشرة عشرة سنين تأثرت تأثرت برشا على النطاق البيئي للأسف والله يصدقني عادل من غير زيادة ولا نقص يعني واحد من ناس هو محمد زار في مني معناتها برشا مرات غديك في الأرض العيني دايما نرميهم من الجبل وما نخزر شلتها للبحر عليش على كلام باكت قلبك ما يوجهكش علي أسموع أوليت لكلها في مني معناتها باتي مات في مني في وقت اللي كان الواحد في الأرض عندي كيف يعلى شوية هكيا في مني يراه البحر ويراه الدنيا في مني معناتها سايبة تعمل 66 كيف وقعت في مني معناتها في السنوات خاصة 96 في مني محاربة في مني معناتها وقت اللي أنشئت وزارة البيئة في مني مع مهدي مليكا في مني في العهد هداكا في مني وكده حارب أكل كبان في مني اللي مصنوعين صانعينهم وماليهم في مني معناتها من عناصر طبيعية من قصبة وعود ويجيوا الصيفة ويعديوا في مني معناتها دبالي بون فاكونس في مني معناتها غاديكا وناس الكل هاتت باح باح والمجال مفتوح للزوالي وللي اللي بس عليها اليوم في مني معناتها بصراحة البحر في مني معناتها بش نقولها وان على ديني في مني معناتش امتعنا في مني انا واحد من الناس في مني معناتها الاكتظاظ اللي ولا نشكو منه في مني معناتها يخليني معناتها من نفكرش في المشي للبحر اللهم بعد سبتمبر في مني الواحد يلقاش فرصة في مني فيه والله يفهم حاجة اخرى حتى اللي هي تت مربوطة باليكولوجي معناتها خوفي كبير جدا هذا الضغط هذا الكبير فأنا نقول في مني معناتها لسيني سمون في مني معناتها البشر اللي جيوا في مني معناتها تتصور انتم في مني معناتها في خسرتو سبت ولا حد واشن تاويكا معادش قبل كنا نقول سبت ولا حد تاويكا ولا تاوي على طول الجمعة وكتوب تاوي ثمان بقينا الضغط يكبر السبت ولا حد يعني هوني في مني كيف يتلمو لك على طول خمسة كيلومتر تقريبا خطر الشط بطبيعة وتآكل خمسة ستة كيلومتر يتلمو لك فمني ستين سبعين الف بشر وصلت فمني حتى في درجة لميات الف بشر فنتصور أين فمني معناتها حتى الهواء فمني مش إلا الماء والمكان في هذا الكل اللي نقوله وإحنا إن شاء الله الناس تكون ويايا حتى يكون في مبارشة كثافة السكانية ولكن إن شاء الله يحبظوا على المكان ليهم قبل كل شيء خاصة للإكوسystem للبيودiversité اللي موجودة غادي نحن تابيك سعالين مش نعملو ترتاحة من الموسيك اللي كتابيك شوية نفس ونرجعو في إيكوجست ونرجعو في إيكوجست ونجمزادة تابعونا على مواقع تواسل الاجتماعي Monoprix et géant vous présente la rubrique إيكوجست اليوم في إيكوجست بشناحكيو على الفليحة رغم إنه الفليحة تحقلنا الأمن الغذائي متانا إلا إنه عندها دورهم في التغيرات المناخية وهي في حد ذاتها تتأثر بتغيرات المناخية هيدوما وهي دي يراجع لعدة أسباب من أهمها استعمال مواد الكيميائية في الفليحة اليوم بش نشوف مع بعضنا كيفيش نعملو جنينة مزيينة وإلا نعملو داي بلونت في البالكون وفي نفس الوقت نحافظه على البيئة باش نقاط بشوفهم مع بعضنا كيفيش نجمو نطبقوهم في جنينة متانا وإلا في البالكون متانا بش نحافظه على البيئة أول نقطة نغذي الأرض متانا بطريقة نحافظ فيها على التبيعة ونبعد على الفيرتليزازشون شيميك كيفيه؟ هذي عن طريقة نحذر ساميد في الدار ساميد تبيعي ونبعد على الفيرتليزازشون شيميك نلمتو سمبل ما نقصر البانان البنمتاع القهوة وفي نفس الوقت قصر العظم نرحيهم مع بعضهم ونخلطوهم في التراب وهكا نتخاصلوا على ساميد تبيعي ونغذيو النباتات متانا هكا نكون حضارتها ميد غيش أمانيزيوم أو بتاسيوم في نفس الوقت ونوفر حاجيات النباتات اللي موجودين في الجنين أمتيه النقطة الثينية هي الكمبوستاج ديشي هذي يسوليشون دوزانة سهلة برشا إنو اللي ديشي اللي عندي متان الميكل اللي قعدوا اللي في الدار والكل اللم هم لم مثلا هو بشام الكمبوستاج به عادل نعمل نقطين الحاجة الأولى اللم الأوريق اللي بسين باركزمب اللي هما اللي ديشي سيك واللي ديشي الميد اللي هما الخضرة البقايا متاع الخضرة وقسور الغلة والكل فما حاجة أنا تعلمتها زيدا وقت الكنفيرمون علمنا برشا حاجة وتغرمت وقتها بالجرديناش تعلمت زيدا فما إنو كان أي حد فينا عنده أكواريوم مثلا في الدار المي متاع الأكواريوم هذيك وقت اللي بش تنظف الأكواريوم تاجم تستعملو تسقي به نباتات متاعك زيدا وقت اللي مثلا إكزاكتما فما زيدا وقت اللي مثلا كن سمط خضرة وإلا أي حاجة سمطها أما تكون مهيش مفوحة نجم لماذا هذيك كي يبلد بيانسوخ تسقي به زيدا للنباتات كذلك حاجة تتعلمت وفرح بيهم سوف كو هوني في الإيكوجيست بش نأكد على مثلا المي اللي يخصلت به الخضرة وإلا سمت فيه الخضرة هذيك نجمو تسمى أوغريس نجمو نسقيو بها نباتات اللي هما كبار شوية أما لي مازلنا كغرسنيهم تكون يكون المين ديفنا بالنسبة للكمبوستاج لدي شيء هذو ما لدي شيء أميد وإلا لدي شيء سيك فما نقطين مهمين في الكمبوستاج نقطة لولا إنا نهويهم بشي يوصلهم لكسيجين والنقطة الثانية بشي تحاولوا يلزوموا ميدويتاي بشي تحاولوا ومبعض نجمو نسامدو بهم الأرض نفت عندي حاجة على حكاية للكمبوستاج جس يعني نحب نفايق العبادره واللكمبوستاج كي مش تحط فيه العظومات ليزوء وإلا الحم وإلا لكتابغره وإلا لكتابغره سيدي كونسيين لا يجب أن تحطوه لكي مش تحاولوا لكي يحطي كمبوستاج خائب وينجم هو يهلك الارضم نقطة الثالثة هي نجمو راسكلو زيد الأوريق اللي قعدونا من النباتات وإلى البقايا متاع الغازومتين نغطيو بهم نغطيو بهم جنين وإلى البالكون ووقتها ووقتها عنده الهدايا الفوائد المتاعه إننا نحافظوا عن النباتات اللي عنا أو ممتون نخليوهم نميد معنى تنسحفظوا على الماء أكثر والكل والنقطة ثالثة هو بيدو كي يتفاكك من بعض الباياج هيدك هو يغضي النباتات هيدوما كي يتفاكك وإلى البقايا نحافظوا نحافظوا النباتات المتاعنا النقطة الرابعة هي نمو مي المتاع ونسقيو به مي المتاع النجم المتاع بحاجة سهلة نرمو ليس لدي نجم تكنيك والكل النجم وبانو ستل أي حاجة نحطوها اللي مو فيها مي المتاع ونستحفظوا على فلوسنا أو الحاجة ونستحفظوا على الماء وعلى البيئة إنه الماء هيدك نجم نسقيو به النباتات النقطة الخامسة هي نختار النباتات حسب الفصول ونحاول نتعرف على خاصيات كل النبات مثلا بش نعتيكم داز اكزامل سهلين على الأخر إنه كنزرع لحباق في جنين متاعي وإلا في البالكون راه نجم نبعض نموس والحشرات في حين وقت لن نزرع الخزيمة راه تنجم تجيب فيها نوع كيما العصل تنجم تجيب الحشرات أكثر ماذا بينا نتعرف على كل نبتة الخاصية متاحة وشنو هي تصلح ووقت شننجم نزرعوها ونحطوها النقطة السادسة التي ترونها مع بعضنا هي نغرس وإلا نزرع مكلتي في جنين متاعي ناكل الخضرة والغالة التي نزرعها في فصلها وقتها نتعلم في كل فصل نستغل وناكل الخضرة التي تخرج في الوقت وحل اقتصادي وحل أني ناكل مكلة بنينا وصحية وليس تكل دليعة في الفشتي وليس بيخ غالي ولا العكس وبالعكس وإلا حاجات ولينا نتعلم كل حاجات ناكلها في وقتها وحاجات ولينا نراوهم في تونس اليوم ولينا ناكلوا حاجات اليوم ما يطلعوش في تونس نستوردوهم من براء وناكلوهم وعلى حسب حاجات اليوم موجودين عنها وإلا نزرع في أرض التي تكون جايفة وليس برشمية نزرع فيها تماثم وإلا دليع ونحن نتقوي وعلى نوع التربة وعلى موارد المأيال نحن 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 حاجات في تزرع وتغرس ماكلتك يسرع عجبتني الجملة هذية رغمش لازم يكون عندك جرد رغمش تزرع نجم نجم تعملها يعني في حوض في دارك موجودة نحن يعني نكون ووالوقت زادة موجود خطادي ما تونس يقول وانا نسقي فيهم ونتلهابهم الكل من بعد كيف تقول تغرس كتديان انك تقول حاجة كما تخسل وجهك وتحك فمك السباح بذب وفي نفس الوقت الماكلة اللي نزرع وناكل منها البذول المتاح نستحفظ عليهم ونخليوهم بالعمل من بعض نعود ونزرع ونعود ونرق النباتي المتاح النقطة السابعة هي نتعاون معا ونقبلوها هذي نقطة بتظهر بزاغ الباشر من الناس اما رهو اللي نسيكت ما فاميش عليش نقتلوهم ونستعمل مبيديات حشرية والكل رهم هذوكم جزء من اليكو سيستيم وقاعدين سلامتنا احنا وصحتنا مربوطة بهم وفي نفس الوقت تكيثر اغلب النبات يصير من خلالها النقطة ثامنة وقبل الاخيرة هي كمان في فوريزي لا في سوفاش في جينة متاعنا ولا في تيراس ولا في البالكون نخلي ان كوان للطبيعة وما ندخلوش فيه وما ندخلوش فيه نخليوه الفون والفلوغ اصدف لبوحدها ونتمتعو بالطبيعة في حالتها التبيعية النقطة الثاسعة والاخيرة هي حتى اذا كان عنا اسباس صغير نجمو 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 ونزرعو فيهم لبلانت والكل وهاك نجمو نخليو المدن خدرا خاصة في المجال الحذري ونقويو التواصل مع البيئة وهيدي كانت ايكو جست اليوم كيف نجمو نغي لمن صن لدترير مانا اجيان سنجاج pour لانفرنمان كانت هذي معنا اسراق في ايكو جست وين في الكوتيديان نجمو في كلمة تينسي والموضوع يصير مهم وكان علينا ثلاثة سوية نحكي لكن حب نفهم منك خاصة للتونسي الحبوب المستوردة والحبوب المحلية كان في كلمتين هذي ما توضح منها مامسي مانا نحكي في كلمتين للأسف والله وان كان ما هو شي اختصاص امام من ثقاف مع مستوردة هي نبتات وحبوبنا الأصلية المحلية هي نبتات يعني بنت الارض وادبته يعني مؤهلة بش تتأقلم مع خصوصيات المناخ انتعنا اللي نعرف انه فمن احنا نعيشه في مناخ متوسطي المميزات انتعه فمن هي شتاء بارد وممطر وصيف حار وجاف ولكن ما بين هذا وذاك فمن فما احنا فترات اللي جيف يا ظنيت واجيف الفترات تمتل جفاف وهذا فمن مهوش جديد احنا ولينا فمن عنا هاجس احنا في اذهان هو التكيف وان احنا كيف نتعايش مع التغيرات المناخية رو احنا في المناخ المتوسطي فمن معناتها هدايا داخل في ثقافتنا يعني نقولوا احنا مهوش حاجة جديدة صحيح انه تويكة وليت بصيفة ملحوظة اكثر ولكن يعني عنا من البذور الاصلي اللي بحول الله لو انه فمن معناتها نعود وعودة فمن معناتها صحيحة ونرجع فمن معنات الثقافتنا الفلاحية الزراعية فمن معناتها تكون عندها الارادة ولا ما في شك فمن معناتها الارادة يد واحدها ما تصفقش الفلاح فمن معناتها يحب ولكن فمن معناتها ما يوصلش باذا كان فمن ما تكونش فما الدعم وفما فمن معناتها توجه فمن معناتها في الفكر بصفة عامة من الدولة وهنا اليوم قاعدين نشوفه في بنك الجينيت انه يحاول قاعدين في حملة للمحافظة على البذور هذية ففيدة انه يعمل الادابتاسيون لك البذور هذيك على خطر تخبيها وتخرجها ما مالفق شئير اكيد اكيد اه بالله يعني عندي مساج نحب فمن معناتها نوصله في لحظات معناتها وجيزة احنا في الإيكو سيستام امتعنا في الفلاح الرملية فمن معناتها الممر المائي هدايا فمن معناتها اللي هو يعني أساس واصلت للمنظومة هذية الممر المائي هدايا قاعد يتسكر بصيفة فمن معناتها مستمرة وقاعد يتعبنى وبطبيعة الحال الناتج هو انه فمن معناتها المنتوج الفلاحي انقص برشا الورهونية فمن معناتها فما دراسة يعني انكور قاعدة تاقعة تويكة في ايجاد فمن معناتها ممر مائي فمن معناتها فاني ممولين وهذا يندا فمن معناتها للدولة والسلط الكل فمن معناتها بشتعوين للمحافظة على هذا السيستان ان شاء الله يوصل للنداء هذا متاعك سعلي الوقت للأسف خسرنا حبينا منعش كانت تتفرج في افليم وكل نتعدي وفي سع في كلمة احليم معاك في ايكو ارت ونختم حلقتنا الدوكومنتر اليوم هو من الاكتشافات اللي لقيتهم في اغنية فليكس اسمه Kiss the Ground اخرج عام 2020 للمخرج ريبيكا هومازوز انفات سيتان كوبل ريبيكا وجونسوا تيكيل اللي معروفين بنظالهم البيئي في الولايات المتحدة الامريكية واغلبية افليمهم تحكي على القضايا الاجتماعية والايكولوجية اسم الفيلم هو اسم الجامعية الامريكية اللي تناظر من سنة 2013 نحو اعتماد الاجتماعية وتقوم بالتوعية وحول اهمية الحفاظ على التربة وخاصة لكاركترستيك بيولوجيك دي سال بيش تكون عنا تربة حية لدوكومنتر لمجموعة من شهادات من مناظلين دي سيونتيفيك دي زاكتور دي زاكتور بوليتيك امريكين لكلهم وان يحكيونا اول حاجة على تاريخ الفلاحة في الولايات المتحدة الامريكية وفي العالم اجمع وكيف كيف يحكيونا على الاسباب اللي خليتنا ننتقلوا من الانتاج حسب الجودة الى الانتاج حسب الكمية ويعطيونا زاكتور شنو اهم الحلول حسبهم هما بيش نلقوا حلول لانقاذ الارض والطربة من هذي المشكل واعتماد دي سيستيم اغريكول امني افك لناتوخ وطرق مستديمة نجمو تكون الحل لمقاومة التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال المستقبلة دونك فيلم اليوم هو كيف دو جراوند وفرجاء طيباء